هنا بأقدم وعلى بعد بضع كيلومترات على الحدود المالية زادت الأمطار الأخيرة التي ضربت المنطقة تنابلة على سكان هذه القرية حيث خلفت أضرار كبيرة على البنايات الطوبية سكان القرية طرحوا وابل من التحديات التي تواجههم للشرق نيوز من مشكلة العطش التي تواجههم إلى مشكلتي الصحة والكهرباء المنعدمتين بقريتهم نخبر السلطة المعنية بالأمر أن هذه المنطقة منطقة أقدم بصيفتي أنا المسؤول رئيس الحين تاعها نبلغهم عن قضية الأمطار التي تضررنا منها كان لي بالكامل وكان لي جزئيا آخر شي جامع أرحض طاح فهمتم ماذا بنا من السلطة تعاوننا في القضية هذه والضوء ما كانش والعلاج ما كانش وانا ما كان لها علاج ورا مكاحة تلك اللي يعرف علاج قاسم وشنه واحد نهار أنا امرضنا هنا في الليل ومشيت للغسكر دوني للغسكر أنا الراصي الدوني للغسكر واش مشيت اللي قالولي قال ما عندك عتش لو كان عطك عقرب واندك قولك اسمه الليبرة السخل السطومة والقاز وهذه المسائل ومرأة منين تم مراض يعني رأنا في حالة ما هيش قرية في الجزائر يوم فيها والي الولاي المنتدبة لبرج باجي مختار ولدى مصادفتنا لزيارته تفقودية للمنطقة أكد أن مطالب المواطنين مشروعا وأنه سيصار على حلها رأنا اليوم في منطقة الخمسين هذه المنطقة التي تكونها البدو والرحل وتكون من حوالي 240 نسمة وعدد من السكانات كنا وفدنا لجنة التي قامت بعمل إحصاء للسكانات المتضررة هذه اللجنة قدمت العمل تاحا وإن شاء الله سنجد من اليوم سنتكفل التام بجميع المتضررين من جراء هذه الأمطار وإلى أن تجد أقدم لثلاث المشاكل التي تواجهوا التنمية بها يبقى أهلها على أمل أن تجد السلطات الولائية الجديدة حلا ينتشلهم وأطفالهم إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر